نجتمع اليوم ومنطقتنا والعالم تواجه تحديات متعددة من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا وانعكاسات الأزمة الأوكرانية على الطاقة والغذاء بالإضافة إلى السراعات المستمرة التي يعاني منها الإقليم لذا لا بد لنا من النظر في فرص التعاون والعمل معا من خلال السعي نحو التكامل الإقليمي في مجالات الأمن الغذائي والطاقة والنقل والمياه ونحن في الأردن نحرس على ترجمة هذه الفرص إلى شركات حقية في المنطقة عن طريق البناء على علاقاتنا التاريخية والراسخة مع دول مجلس التعاون الخليجي وأشقانا في مصر والعراق لخدمة مصالح شعوبنا وننطلق في هذه الجهود إمانا منا بأن السبيل الوحيد للتقدم هو العمل بشكل تشاركي حيث أننا في الأردن ما زلنا نستضيف أكثر من مليون لاجئ سوري نقدم لهم شتى الخدمات الإنسانية والصحية والتعلمية كما نواجه المخاطر الأمنية المتجددة على حدودنا في مكافحة عمليات تهريب المخدرات والأسلحة التي باتت خطرا كبيرا يداهم المنطقة بأكمالها وتلك مسؤوليات نتحملها بالنيابة عن المجتمع الدولي الذي لا بد أن يواصل دوره في التصدي لأثار أزمة اللجوء على اللاجئين والمجتمعات المستضيفة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ولضمان نجاح الشركات الإقليمية التي نسعى إليها فيجب أن يشمل التعاون الاقتصادي أشقانا في سلطة الوطنية الفلسطينية وهنا علينا إعادة تأكيد على أهمية الوصول إلى حل عادل مشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين فلا أمن ولا استقرار والإجدهار في المنطقة دون حل يظن قيابة دولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاسمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر